بسم الله الرحمن الرحيم أعزائي الطلاب وإن شاء الله نبتدي مع بعض الجزء الخامس من الفاصل السادس لمقرر نظم بالمعالج الدقيق وفي الجزء ده يا جماعة هنتكلم عن موضوع اسمه virtual timers أو timers الافتراضية طب هيا الفكرة في ايا جماعة بيقولك طب افرد انك انت عايز تعمل مثلا عدد من ال tasks وليكن مثلا 10 tasks 10 مهم وانت ما عندكش timers كافية يعني you never have enough timers يعني انت فعلا ما عندكش timers تكفي عدد التسقاط المطلوب منك اذا محتاجين timers افتراضية اه يعني ايه بقى timers افتراضية يعني timer موجودة وهي مش موجودة اه يعني كلمة يعني غريبة شوية يعني ايه موجودة ومش موجودة معناها ان انك انت توهم الجهاز عندك ان فيه عندك 10 timers بيقوموا بال10 تسقاط وكل اللي في ايدك هو timer واحد بس طب يتم من كلام ده ازاي بقولك عند رقل switching التنقل يعني ايه timer يقوم بتسقه معينة مهمة معينة عند انتهاء التسق الاولية يعمل لها ايه يعمل انت الربط وتوقف ويسيب التسق اللي هو معاه ويروح للتسق التانية والتالتة والربعة اذا بيعمل switching على التسقاط اللي هي ايه مطلوبة بحيث يخدم العشر تسقاط وهو عبارة عن timer واحد بس يبقى انت اوهمت الجهاز عندك انك انت عندك عشرة timers عشرة هاة timers بيخدموا عشرة تسقاط وهو timer واحد فقط اللي بيقوم بالمهمة كلها ايه بيمسك وظيفة يخلصها يروح الوظيفة اللي بعدها وهكذا 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 هزي العملية يا جماعة بيسموها virtual timers او timers الافتراضي نقول مع بعض كده you never have enough timers افرد انت معندكش timers كافية يبقى سوق what are we going to do ابا وتت هنعمل ايه هو ابا وتت ويهندل ان صوفتوير ازاي هنعملها في الصوفتوير او نشوف مع بعض كده بيقولك simple ida بسيطة جدا may we have 10 events افطرد انك انت عندك عشر احداث لازم يتموا we might want to generate احنا لازم ايه بنفطرد ان احنا عايزين ايه نعمل generation العشر events دو just make a list of them اعمل لهم بس قايمة and set the timer او خلي باك بقى عندنا طايمة واحد بس احط ايه اعمل setting للطايمة to go off for the first one عشان يبتدي من عند وبعد كده do that first task اعمل الطايمة الاولانية ده احنا بنكلم الطايمة طبعا بنقوله قم بمهمة الطايمة الاولانية وبعد كده change the timer to interrupt for the next task اه يعني بعد كده ينتقل من الطايمة الاولانية ونقيه ويعمل عمل التوقف للطايمة الاولى ويروح لمين للطايمة التانية يخدمها وهكذا وهكذا هذا الموضوع يا جماعة هذه العملية بنسموها بقى ال virtual timers او timers الافتراضي والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة